تكاد أسواق مدينة الرقة السورية تخلو من بعض السلع وعلى رأسها الخضروات القادمة من الداخل السوري هذا هو واقع الحال في الرقة بعدما يقارب أسبوعين من إغلاق النظام السوري المعابر التي تربطه بمناطق شمالي وشرقي سوريا ومنها معبر مدينة الطبقة معاناة كبيرة يعيشها تجار الخضروات في الرقة حيث باتوا يتكبدون خسائر فادحة بسبب غلاء الأسعار نتيجة لقرار النظام غلاء يعني كله بسبب المعابر أول قبل ما يسكن المعابر البندورة كانت عندنا هنا بـ 9800 ليرة اليوم البندورة 1500 ليرة يعني زاد الكيلو على تسكير المعابر شي 500-600 ليرة 500-600 ليرة زاد الكيلو على تسكير المعابر عم يجي رزق كله تعبان عم يجي تهريب يعني عم يلف لعند الدير آخر شي على الميتة يجي عم يجي رزق كله تعبان من الطرق سواء الطرق يعني تلف المحاصيل الزراعية أبرز ما يواجه تجار الخضروات في مدينة الرقة بسبب طول الطريق وإغلاق المعبر ما يضطرهم للحصول على البضاعة من خلال طرق التهريب التي تخضع لأحكام المهربين والميليشيات الأمر الذي يكلفهم الكثير من الأموال خسارات في أسبوع هذا خساراتنا قوية خسارة 25 مليون تفرج على الرزق الرزق عم يجي نصه للكب يجي خمس طونات نصه السيارة تحمل عشر نصه للكب شوفوا البندورة البندورة عم تكلفنا 2000 ورقة عم نبيعها بـ 1800-1900 ريد المعابر تفتح الرزق يرخص وترتبط مناطق سيطرة النظام مع الرقة بأربعة معابر رئيسية وهي الطبقة والهورة والشغيب الذكر والسبخة أغلقها النظام في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي ما فاقم معاناة الأهالي الذين يعيشون أوضاعا غاية في السوء لا تتوقف عند ارتفاع الأسعار ولا تنتهي عند أزمات الخدمات والتعليم والطبابة